السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة بالصف الثاني متوسط نستكمل سويا في الحرارة وتحديدا الدرس الثاني انتقال الحرارة والتوصيل والإشعاع ذكرنا أن الوحدة السادسة تتكون من فصلان الفصل الحادي عشر يتكلم عن الطاقة الحرارية والفصل الثاني عشر موجات الصوت والضوء في هذا الفصل لدينا درسان ثلاثة دروس الدرس الأول درس درجة الحرارة وانتهينا منه بالكامل الدرس الثاني انتقال الحرارة ونبدأ به اليوم الدرس الثالث المحركات والثلاجات ولكن في حصتنا الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي العلوم والرياضيات قد تكون درجة حرارة في يوم ربيعي 75 درجة في هرينهايت عبر أو عبري عن تلك الدرجة بالمقياس السليزي والمطلق ذكرنا ليس هناك معادلة بين الفهرينهايت إلى بين الفهرينهايت والمطلق ولكن لدينا معادلة تحويل من الفهرينهايت إلى السليزي أو الماوي ثم بعد ذلك إلى الكالفن أو المطلق نبدأ أولاً تحويل الدرجة من الفهرينهايت إلى السليزي المعادلة سين تساوي 5 تقسيم 9 ضرب فا ناقص 32 فا هي درجة الحرارة بالفهرينهايت نعوض في الفا بـ 75 نكمل المعادلة فيصبح لدينا سين تساوي 23.9 بالتقريب سين تساوي 24 ثانياً تحويل الدرجة من السليزي إلى الكالفن كاف تساوي سين زائد 273 سين توصلنا لها في الخطوة السابقة كم 24 نضيف لها 273 يصبح لدينا الناتج كاف أو المطلق 297 الدرس الثاني انتقال الحرارة ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس وصف ثلاثة طرق تنتقل بها الطاقة الحرارية تمييز المواد الموصلة والمواد العازلة الأهمية تتمكن من السيطرة على عملية انتقال الطاقة الحرارية من منزلك وإليه لكي تحافظ على درجة الحرارة بشكل معتدل المفردات الجديدة الإشعاع الموصل الحرارة النوعية التوصيل الحمل والتلوث الحراري مراجعة المفردات الحرارة هي طاقة تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف درجتي الحرارة وذكرنا أن الحرارة تنتقل من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد الموجة الكهرومغناطيسية هي موجة تنتج عن اهتزاز الشحنات الكهربائية وتنتقل في الفراغ الطاقة الحرارية هي مجموع طاقة الوضع والحركة لمن؟ لجسيمات المادة ذكرنا أن الطاقة الحرارية لها علاقة أو ترتبط بإثناء درجة الحرارة وهي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات وتقاس بمقاييس الحرارة التي تعرفنا عليها الثلاثة سابقاً أما الحرارة فهي انتقال الطاقة الحرارية من مادة ذات درجة حرارة عالية إلى مادة أقل درجة حرارة لذلك تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم الأبرد وليس العكس ليس تنتقل أو لا تنتقل من البارد إلى الساخن أبداً حيث يفقد الجسم الساخن طاقة حرارية أما الجسم الأبرد يكتسب هذه الطاقة حتى يصل إلى مرحلة الاتزان حيث يتساوى متوسط الطاقة الحركية لكلاء الجسمين وهذا ما يفسر ما يحدث لمكعب الثلج عند وضعه في كوب ماء لفترة من الوقت كهذه الصورة كما تشاهدون يحدث هناك توازن بين الجسمين بين الثلج والماء لاحظوا معي في هذه الصورة الموجودة لدينا في شكل ثلاثة حينما نضع الثلج في وعاء والآخر ماء يكون ساخن مثلا حينتقل من الجسم الساخن إلى البارد وليس من الثلج إلى الماء الساخن إذن تنتقل الطاقة الحرارية بين جسمين إذا اختلف درجة الحرارة وتنتقل من الجسم الساخن إلى الأبرد إذن طرق انتقال الحرارة ثلاثة طرق هي التوصيل الإشعاع والحمل ما هي هذه الطرق نتعرف عليها بالتفصيل أولا التوصيل من لفظ توصيل هناك تلامس أو اتصال بين الجسمين هو انتقال الطاقة الحرارية عن طريق التلامس المباشر حيث تتصادم جزيئات المادة مع جزيئات أو جزيئات المادة المجاورة وبالتالي يسهل انتقال هذه الحرارة من هذا الجسم الساخن إلى الجسم البارد عادة التوصيل تكون في حالات المادة المختلفة ولكن تكون أكثر في المواد الصلبة والسائلة لماذا؟ لتقارب جزيئاتها لذلك تكون سرعة انتقال الطاقة الحرارية بالتوصيل في المواد الصلبة والسائلة أعلى منتقالها في الغازية أمثلة على انتقال الطاقة الحرارية بطريقة التوصيل عندما نأكل فطيرة ساخنة تلامس الفم هنا تنتقل الطاقة الحرارية من الفم؟ لا، من القطعة أو من الكاك أو من الفطيرة إلى الفم وبالتالي نشعر بالدفع في الفم أيضا عنده وضع مكعب ثلج على راحة اليد فإن جزيئات الجلد المتحركة بسرعة تتصادم مع جزيئات المال المتحركة ببطء فتنتقل إلى الطاقة الحركية ويسخن الثلج وبالتالي ينصهر وتبرد اليد ليس انتقال الحرارة من الثلج إلى اليد بل من اليد إلى الثلج لذلك حينما تبرد يدنا ليس نحن نكتسب البرودة بل نحن نفقد الحرارة للثلج وبالتالي نرسل الحرارة أو نفقد الحرارة للثلج فينصهر لذلك تطبق أيضا لدينا هذه العملية في أجسامنا حينما نتعرض لأي جرح أو خج في الجلد أو في الجسم يحدث نسب وذكرنا ذلك في جهاز الدوراني هناك الصفائح الدموية والتي تقوم بعملية تخثر الدم أو تجلط الدم من خلال شبكة الفايبرين ولكن ما الذي يحدث هنا حينما نستخدم الكمادات على الجرح نعلم أن درجة حرارة أجسامنا كم؟ 37 أحسنتم إذن درجة حرارة عالية بالتالي الأوعية ماذا يحدث بها؟ متوسعة تحدث توسع فيتدفق الدم وكلما زادت درجة حرارة الجسم زاد انتقال أو تدفق الدم حينما نضع الكمادات الباردة على هذا الجرح ماذا يحدث؟ هل الحرارة تمتص البرودة من الكمادات؟ أم الحرارة تفقد في جسمنا؟ نعم نبدأ بفقد الحرارة وبالتالي تنتقل حتى يحدث توازن حينما نفقد الحرارة ونكتسب الآن جزء من البرودة والحرارة ذوبناها للماء البارد أو كمادات الباردة ماذا سيحدث للأوعية؟ نحن ذكرنا أن الأوعية تتسع في درجات حرارة عالية حينما تتعرض للبرودة ماذا يحدث للأوعية الدموية؟ تتقلص وبالتالي يبدأ وقف النزيف من أجل تقليص الأوعية الدموية وبالتالي غلق الشريان فيتوقف النزف لكي نتأكد من هذه العملية وانتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد وليس العكس لدينا هذا النشاط مقارنة معدلات الانصحار ما الهدف من هذا النشاط؟ ملاحظة أو معرفة تأثير المادة الماء على سرعة انصحار الجليد أو الثلج المواد ثلاثة كؤوس زجاجية متماثلة ماء وثلج وساعة إيقاف لدينا هنا ساعة إيقاف ما هي الخطوات؟ سنضع ثلج في وعائين ولدينا آخر به ثلج وماء بحيث نضع أحد الوعائين بثلج والآخر ثلج ويضاف إليه ماء من الثلج المثلج ونلاحظ ماذا سيحدث لنبدأ سويا الآن لدينا وعاءً وبكل منهما قطعة ثلج مساوية للأخرى ولدينا ماء مثلج هنا وعاءً بكل منهما قطعة ثلج من نفس الحجم لم نأتي بوحدة كبيرة والأخرى صغيرة ولدينا ماء مثلج نبدأ الآن بسكب هذا الماء المثلج على أحد الأوعية هذا لن نضع عليها الماء ونشاهد ماذا سيحدث بعد انتهاء الوقت نشغل الزمن ونلاحظ لمدة دقيقة ماذا سيحدث الآن لقطعتي الثلج في الوعائين لاحظوا الثلج الموجودة في الماء المثلج ماذا حدث لها ولاحظوا هنا انتصف نصف الدقيقة تبقى نصف آخر اكتمل انتهاء الوقت لاحظوا معي ماذا حدث لمكعبين الثلج في كلا الوعائين شاهدوا هذه القطعة وماذا بها قطرة ماء صغيرة شكلها لا زالت محتفظة بشكلها اما هذا اليس هناك اختلاف بينهما لاحظوا القطعتين ماذا يعني ذلك القطعة الموجودة في المكعب او في الكأس الفارغ بلا ماء لم تنصهر كثيرا بينما الموجودة في الماء بدأت تنصهر اكثر ماذا يدل ذلك نطبق على ما ذكرناه عن التوصيل ان التوصيل يحدث في حالات المادة الثلاث الصلب والسائل والغاز ايهما سيكون اسرع سيكون في الصلب والسائل لنشاهد نعود الى العرض اي المكعبين ينصهر اسرع ولماذا المكعب الثلج الموجود في الماء المثلج اسرع في الماء اسرع بينما المكعب الموجود فيه بلا ماء او فارغ لم ينصهر لماذا لان الماء المثلج رديء التأثير او التأثر او حتى العزل وبالتالي من قام بعملية العزل من الذي يقل فيه عملية انتقال الحرارة الهواء الهواء اقل في ذلك ما السبب ذكرناه قبل قليل ان الصلب والسائل يحدث فيها التوصيل الحرارة اكثر من الغاز السبب في ذلك حسب ما هو تركيب المادة الهواء اكثر وافضل عازل للحرارة بسبب جزيئات الهواء متباعدة بعكس الصلب والسائل الجزيئات متقاربة خاصة في السائل لذلك يكون انتقال الحرارة اسرع في الصلب لتقارب الجزيئات ثانيا الاشعاع هو انتقال الطاقة الحرارية على شكل موجات كهرومغناطيسية مرة اخرى موجات كهرومغناطيسية اي تشمل نطاقين الكهرباء والمغناطيسية تحمل عبر الفراغ او خلال المادة اي ان الطاقة الحرارية تنتقل في الاشعاع في جميع حالات المادة السائلة والصلبة والغازية والفراغ الاشعاع الكهرومغناطيسي بهذا الشكل وسوف نتطرق للموجات بالتفصيل في الفصل الثاني عشر يتحدد الطول الموجي للاشعاع المنبعث من جسم بدرجة حرارة هذا الجسم فالاجسام التي درجة حرارتها مرتفعة تبعث اشعاع قصير الطول الموجي والاجسام الابرد تبعث اشعاع باطوال موجية اكبر ما هي مصادر الاشعاع الشمس هي مصدر للاشعاع وذكرنا هي المصدر الرئيسي على الارض للحرارة كذلك جميع الاجسام تصدر اشعاع كهرومغناطيسي ذكرناه قبل قليل الاجسام والمواد الساخنة لها اشعاع اكثر مثل المدفعة الاجسام والمواد الباردة لها اشعاع اقل تقع الاشعاعات التي يشعر بها الانسان على شكل حرارة على مطاق الاشعاع تحت الحمراء وهذا هو مجال الطيف الكهرومغناطيسي الذي سوف نتطرق له في الفصل الثاني عشر ماذا تعلمنا من طرق انتقال الحرارة تنتقل الطاقة الحرارية من الاجسام ذات درجة الحرارة العالية الى الاجسام ذات درجة الحرارة الاقل التوصيل هو انتقال الطاقة الحرارية عند تلامس الاجسام معا اما الاشعاع هو انتقال الطاقة الحرارية بالموجات الكهرومغناطيسية طلاب وطالبات دعونا نجيب على الاسئلة التالية لماذا يحدث التوصيل الحراري في المواد الصلبة والسائلة أسهل مما يحدث في الغازات كما شاهدنا في التجربة بسبب تقارب الجزئات في المواد الصلبة والسائلة بعضها من بعض وبالتالي يحدث تصادم بينها نشاطنا المنزلي أكمل الجمل أدنى باستعمال المفردة المناسبة من هي الطاقة التي تنتقل من جسم إلى آخر حسب اختلاف درجات الحرارة تنتقل الطاقة الحرارية دائما من الأجسام أيش إلى الأجسام ماذا يسمى انتقال الحرارة عن طريق الاتصال المباشر بين الجسيمات المادة ويحدث التوصيل بصورة أسهل في المواد الصلبة ما هو حالات المادة التي هنا انتقال الحرارة عن طريق ماذا يحدث عندما تحمل الموجات الكهرومغناطيسية الطاقة عبر الفراغ أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا لكي نحصل على الطاقة الحرارية علينا بالغذاء الصحي وشرب الماء ودمتم سالمين فمعن الله